انظري كيف يصبح هذا الزوج إذا أخذنا الصورة كيف يبكي وكيفها هو أيقا يعلم أن أولاده في الأسفل لكن انظري كيف هو يبكي أنا ألتقيته منذ نصف ساعة وسألته هو فقط يأتي هذا البكاء هذه قصته هي حالته ديدانه عائلته يعني كما نتابع معكم فعلا المشهد والصورة أبلغ تعبير يعني حتى نحن كأتقب إعلامية أو حتى عندك مشكلة في التعاطي يعني تصلين إلى نقطة بالبعد الإعلامي المهني خلص تسخطين على الأرض بهذه المشاهدة هي أصعب مشاهدات إنسانية على الإطلاق ما مر أبدا على التاريخ البشرية لكن كيف أبدا هو يقوم ويقعد زوجته هي قربه لليوم الخامس هو فقط أنه أنا أولادي خلاص هم تحت وأنا أجلس بقربهم أدرك مئة يمكن أن خمسة أيام سبعة أيام هو لا يستطيع أن يخرجهم ولكن خلاص هو معلق بهم هذه القصة هي هنا هي في الشارع الأسفل هي في الشارع الآقل هي عند الأم هي عند العمة بالأمس كان أنه كيف يخرجون أطفالا صغارا ملففين بحرمات وأعمتهم تذهب وتقبل أيدي والدهم وهي تسرخ وتقول يا الله يا الله على الهواء لا تستطيعين أن تكمني لا تستطيعين أن تقفي أنا تركت تلك المشاهدة لأن تقل إلى مشاهدة أخرى هذا هي إذا صح التعبير أهوال أهوال لقيامة مصغرة عصفت بهذه المدينة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر